موسيقى موسيقى الانطلاق الرسمي كان بـ2006 خلينا نحكي عن الانطلاق لا هلأ شو قدرت تعملوا شو النتائج اللي قدرت تعملوها كجمعية وأهدافكم شو كانت؟ هي أول ما نتلقت الجمعية بالـ2006 رسميا كان الهدف منها هي تحسين الواقع الأطفال المصابين بالسرطان بسوريا الأطفال هنا بيجوا على المشافل دولة بمدينة دمشق للياخدوا العلاج المجاني فنوجدت جمعية بسمة لتقدم الدعم لهلك الأولاد وإلى أهليهم فهيك بشان هيك اسمها جمعية بسمة دعم الأطفال مصابين بالسرطان وأهاليها بسمة أول ما تأسست لهلأ صارت مخدمة أكتر من 7634 طفل مصاب بالسرطان من كافة المحافظات السورية العام يجوا على دمشق للإستشفاء طبعاً بعدة برامج لبرامج بتفعلها جمعية بسمة من أهم البرامج لدعم المادزي اللي هو نحن نأمن الدواء الغير متوفر بمشفى الأطفال مشفى البيروني والمواسع والمشفى الأسد الجامعي بالإضافة لأنه نحن عنا سكن شعبي بسيط بمنطقة الكفرسوسي بيستقبل أهالي القادمين من المحافظات السورية كرمان نخفف عنهم العباء السفر ونخفف عنهم المصاريف ونضلع مشجون ليجوا على دمشق لإستشفاء ويتابعوا علاج أطفالهم عنا برنامج اسمه كفالة علاج طفل بالقطاع الخاص أهل معهم ممكن يكون شوية مصاري أكتر بدين عالجوا أولادهم بمشفى خاص عن طبيب خاص بسمة بتأمن لهم كل الجرعات الكيموية وهنا عليهم استشفاء ضمن المشفى ومن أهم البرامج الجامعية اللي نحن نفتخر فيه كمان اللي هلأ كمان تسليط الدوع عليه أكتر لأنه العمي كبر أكتر وأكتر هي وحدة بسمة تخصوصية اللي تأسست بالألفين وتسعة باتفاقية مع مشفى البيروني الجامعي وبإشراف من وزارة التعليم العالي جناح مألف من 18 سرير داخلي و7 أسرة خارجين من الألف إلى العلاج الأطفال فيه مجاناً من الطبيب العاملين كلهم هنا الموظفين جمعية بسمة الكادر بيتألف من تقريباً من 60 طبيب 60 شخص من الكوادر الطبية وما حول الطبية طبعاً بهذا المكان نحن الحمد لله عم نقدم فيه أحسن معايير الطبية والرعاية الكويسة للولاد وأهم البروتوكولات العلاجية اللي عم تتقدم بالعالم أكيد يمكن وحدة بسمة تخصصية بمشفى البيروني صارت اسم مميز ولامع بالعناية بالأطفال خلال هاي السنوات اللي قمتوا فيها رح انتقل عندك سارة ونضوي أكتر على موضوع حملة مليون بسمة من وين إجت الفكرة ببالكم؟ وخلينا نحكي عن أبرز النشاطات اللي كانت خلال الفترة الماضية أنت بتعرفي أننا نحن اليوم كجمعية جمعية بسمة نحن بحاجة لدعم المجتمع لنقدر نستمر نحن جمعية أهلية غير حكومية فنحنا بدنا تبرعات ماشينا على التبرعات ما وقفنا ولا نهار حتى بسنين الأزمة ما وقفنا نحن ضلينا عم نكمل دعم لهيدول الأطفال اليوم وحدة بسمة تخصصية عم نتوسع عم نكبر من 18 سرير نصير 46 سرير هات كله بده تكاليف شد تشغيل تقريبا يعني نفس الرقام اللي نحنا منطلقه في الحملة وعم تحاول تجمعه اللي هو مليار ليرة سورية اللي هي حتكفينا بـ 2020 ونكبر فيها نصير من 18 سرير لـ 36 ما بقى نقول لأولا طفل ما إليك مكان تعرفوا لو استيعاب الوحدة القديمة الوحدة الجديدة حتقدر تستوعب عدد أكبر من الأطفال فقررنا نروح للشعب للمجتمع بمبلغ قليل بسيط هو الف ليرة كل ما يعطنا مندفع بي يعني مندفع بالنهار يعني ما بعرف كم مرة يعني مندفع الف ليرة بسيطة فرحنا لعند هالشعب ونقول له أنه نحنا بدنا مساعدتك عم نحاول نجمع مليون ألف مليار ليرة لنقدر نشغل الوحدة الجديدة وندعم أطفال أكتر أكيد إذا بنا نحكي كيف عم بيكون تفاعل الناس ومع الحملة كيف عم بيكون معكم هل في صعوبات عم تواجهكم ولا لأ عم تلاقوا العالم عم توقف معكم عم تلاقوا العالم عم بيصير فيه إقبال على شراء الوصل أكيد فيه إقبال كتير كبيرة على التبرعات يعني بالذات بالشهر الأول كان الأخبار الأول يعني زخم كان كتير قوي لأنه كانت أول ما انطلقت الحملة هلأ شوي خف يمكن نرجع من التشجع هلأ آخر شهر كمان فيه التبرعات مهمة كتير وفيه تبرعات عزيزة كتير يعني لما بيجيكي تبرع من أهالي أطفال توفوا أولاده كانوا عند بسمة فهذا عزيزة كتير على قلبنا وبيكبر قلوبنا وبيعطينا ثقة أكتر لأنه نكمل أكتر لأنه هدول أهالي بعد عندهم بقوي وكرامل الجمعية اللي ساعدتهم وبنفس الوقت حاسين بالألم ووجع باقي الولاد عم يصير كمان فيه مشاركة من الفنانين من الأعلاميين معكم كيف عاب يكون الدعم كمان المادي والمعنوي لألكم الدعم كتير مهم دعم الفنانين بصراحة لأنه هنين بالنهاية عندهم شريحة كتير كبيرة من المجتمع عم تتابعون ومهم أنه الانتشار لما هنين نشوفوا الفنانين اللي هنين بوسقوا فيه بيحبوا وين موجود وشو عم يعمل فهنين كمان بيعطوا صورة حلوة عن المكان يدي نحن عم نشغلوه وبينشروه أكتر وأكتر بطريقة صح فكيد هذا كتير شي مهم وهذا الشي عم نلمسه أكتر لما عم ينعرضوا على التلفزيون الداعيات الوحدة بس بالتخصصية يمكن هو واجب كل شخص اليوم بالمجتمع السوري أنه يكون نساند بعض نوع من التكافل الاجتماعي اليوم لأطفال بس ما أكيد بأيام تاني حيكون في شريحة بحاجة مساعدة مثل ما ذكرت أنه حملت بس ما عم يكون مليون بس ما عم يكون فيها كتير من النشاطات كاميرا الإخبارية السورية كانت بآخر نشاطات خلونا نشوف كيف تفعلوا الأطفال خلال آخر نشاط نتابع موسيقى انبسطنا كتير وقدمتنا كل شيء وكأنه قاعدين ببيتنا ومنذكر الجمعية بس ما اللي اعتنت فينا ووصلتنا لهذه المراحل لأنه كتير مبسطنا وحبيناها اليوم كتير حلو مبسطنا وكانت شيء كتير رائع ولعبنا بألعاب مثل رمي الطابة بقلب الشورة ولعب سد السماء وهيك شغلات يعني مشاركة كتير كانت حلوة ومنشكرها لجمعينة بس مع هاد الشيء عن جد كتير كان لنا شعب حلو يسلم إيديهم على هالشغلات اللي عملو لنا ياهم اشتركوا في القناة مثل ما تابعنا الفعالية اللي كانت بكنيسة الزيتون الأطفال كانوا كتير يعني مبسوطين مع أنه كانوا في منهم كتير تعبانين بنفس الوقت عطونا يعني مشاعر كتير حلوة عطونا هنن الأمل يعني وعن جد البسمة اللي كانت بوجوهن يعني ما بقدر انساها ولا بيوم من الأيام يعني كانوا رائعين خلونا نحكي عن الدعم النفسي أهمية الدعم النفسي للأطفال المصابين بمرض السرطان وحتى الأطفال كمان كانوا فيه المتواجدين أطفال شفيوا من مرض السرطان خلينا نحكي عن سعادتهم عن الفعاليات اللي عم تقوموا فيها وعن دوركن اللي كبير بالدعم النفسي لألون طبعا هايدي الفعالية كانت تنضمن من ضمن نشاطات الجمعية لدعم النفسي خارج المشفى اللي هنا بالنسبة لألنا الأطفال بيكونوا شفيانين أو الأطفال اللي ما عندهم جرعات موجودين خارج المشفى فيهم يساهموا بأي نشاط خارجي فتم دعوتنا من البتركيات الروم الكاتوليك مشكورين يعني وعملوا هذا الكرمس اللي هو كثير كبير وحضروا البترك والولاد فعلا مثل ما أقلت كانوا كثير مبسوطين والشعور كان كثير حلو للنهار اللي قضو يعني من الصبح لبعض الظهر هني نشاطات نشاطات متتالية ووزعوا لهم هدايا وكانت في كثير وجعبوا لهم ساحر فكان كثير النهار حلو مميز بالنسبة لألون وخبرناهم انه فعلا حسنتوا ترسموا البسمة على وجوههم وكبرتوا قلوب قلوبهم يعني لانه كثير مهم هدا الشيء مثل ما حكينا ومثل ما قالوا الولاد أصلا على التلفزيون فعلا كانوا كثير مبسوطين يعني نحنا فرحتنا من فرحت الولاد أكيد أكيد ممكن حملة مليون بسمة مستمرة لنهاية العام صار خلا نحكي شوي عن فعليا اليوم الأشخاص اللي عم يشوفونا وين قادرين يساهموا بهذه الحملة وأصلا كيف ممكن هنون يساهموا فيها نحنا متواجدين بمراكز تبرع ضمن مدينة دمشق منتشرين تقريبا حنصير بكل شارع في سيدليات مولات المطاعم في عالم عنده محلات مكاتب منتشرين تقريبا بكل مناطق مدينة دمشق نحنا كمان ندعي العالم بالمحافظات ساعدنا كمان بالتبرع موضوع التبرع من المحافظات كتير مهم اليوم نحنا تقريبا مدينة دمشق قدرانين نوصل لكل الناس موضوع المحافظات نحنا ترحنا أرقام على الشركتين يعني على الشركتين تبعات الموجودين بالبلد ممكن تتبرع عن طريق الرسالة النصية يبعتوا رسالتين نصيات على الأرقام موجودة على صفحتنا على الصفحتين انستغرام وفيسبوك فينا نقولون هنا نبعت رسالتين نكتب بكل واحدة باسمة على 1077 سيرياتيل وعلى 1299 MTN قيمة هذور الرسالتين نصياتين MTN نرجع نعيده 1299 قيمة هذور الرسالتين نصياتين ألف ليرة فالشخص اللي عايش بالمحافظات ناوي يدعمنا ونحنا منتمنى انه يدعمنا لانه لسه طريقنا طويلي انه يبعت هذور الرسالتين هو قاعد ببيته فيه كمان عن طريق الإداءة النقدي انه فروع حسابات ببنك عودة وبنك بيبلوس فيه يحطوا كمان مسكورة رقام الحسابات على الصفحات تبعنا لسه طريقنا طويل نحنا نوقف بآخر نهار ان شاء الله من السنة ان شاء الله نكون نحققنا الرقم تبعنا بس بتمني من كل حدا ما لسه تبرع الموضوع كتير سهل هو إيصال تبرع موجود بمراكز التبرع ألف ليرة هلأ يعني من راس كل شهر كان فينا نشيل الألف ونتبرع عن هيدون الأطفال هذا الإيصال طبعا هذا الوصل هذا الوصل هذا الوصل اللي يمكن هذا الوصل اللي تبرع هذا الوصل اللي تبرع بقيمة ألف ليرة سورية هاي الألف قادرة ترسم باسمي كل الوصل بقيمة ألف ليرة ففيهم يروحوا على أي مركز يمكن مثل ما ذكرنا هو كتير موجود يسألوا عنا وصل بسمة حتى فيهم يمكن يزوروا صفحتكم على الفيس بوك في كل مراكز التبرع صارنا أكتر من قائمة إن شاء الله هكي منتمنى لكم أكيد التوفيق جمعية بسمة هي بسمة الأطفال رائعة وعن جد هاي البسمة بتنزرع بقلوبنا كلياتنا دائما نحن بنشجع لازم دائما كل حدا فينا بيقدر يتبرع بمبلغ بمبلغ أكيد بسيط يعتبر خلونا نحكي هلأ كمان عن أهدافكم أو فعالياتكم القادمة هالسنة بدنا نحاول نحاول نحاقق قدر الإمكان للهدف يعني إذا ما جبنا مليون ألف على اللي نجيب 800 ألف بسمة يعني بدنا نحاول قد ما فينا نحاقق هدفنا قداش نحنا اليوم هيكل نكون عم نحكي على الأرض الواقع قداش نبعد عن الهدف يعني بعد كل الضجة والحملات ومشاركة الفنانين قداش؟ يدفعه ونحنا عم نقول مليون سوري يتبرع بألف ليرة ما بدنا بس بدنا ألف من كل الأشخاص وهو مسؤولية المجتمع كله والكل قادر يساعد بعد ذلك بهذه الطريقة صحيح ولما نحكي عن موضوع السرطان دائما غير موضوع الحملات عم يكون موضوع العلاجات على مواقع التواصل الاجتماعي سمار انتشر يمكن خبر أنه في علاج لمرض السرطان هذا الدواء قادر يشفي من هذا المرض أو يمكن هو لقاحات لنحكي أكثر عن صحة هذه الإشاعات أو يمكن تكون حقيقة معنا عبر الهاتف الدكتور تميم سليمان وهو اختصاص أورام دم وباحث في زراعة الخلايا الجذعية صباح الخير دكتور صباح نوري يعطيك العافية الله يعطيك يا را سيد صباحك دكتور بالبداية خلينا نحكي عم بيكون في علاج أو لقاح ليش في نهائي من مرض السرطان شو رأيك بها الكلام هلا دائما في علاجات جديدة عم تكون أكيد كل أسبوع كل شهر كل يوم هلان في علاجات جديدة هاي العلاجات وفي نقول إنه هذا علاج تخري أو غيره أو غيره هاي العلاجات تدخل كلياتها ضمن قائمة بروتوكولات علاجية كل دوا بيفيه بشوي ببريفة شوي على أمكانية شفاء المريض على أمكانية تحسن المريض طبعا ما فيها نقول إنه هاي العلاجات هي معناتها فعالة أكيد مدام مدام أنها معناتها فعالة مدام هي عن تترخص معناتها فعالة إذن المفروض إنه نستعملها بمكانه صحيح وإنه نكون فعلا عم نستعملها من دون تدخين خلينا نقول إعلامي أو إشاعات أو لأنه هاي الإشاعات ممكن تخلي حتى خطي تحت علاج معين يترك هذا العلاج بروح يدور على شغلين الأساسي يعني دكتور يمكن مثل ما ذكرنا على مواقع التواصل الاجتماعي في كتير وصفات عم تكون مبارف إذا فيني سميها وصفات شعبية عم تركز على وجود وصفات بتخلي الوسط داخل الجسم قلوي أو حامض هاي أكتر الوصفات اللي عم تكون يمكن موجودة حتى عم يقولوا إنه يمكن ما بعف إذا رح نرجع نتواصل مع الدكتور يمكن فصل الخط من كافي منرجع لضيوفنا بالستوديو أكيد رح نرجع نتواصل مع دكتورنا ما يعني مرض السرطان للأسف هو منتشر كتير بين علاجات بين وصفات طبية عم تكون يعني نحن مع حضراتكم بحالة موجودة المراد بس كيف نتعمل معه؟ هو قابل للشفاء وهي شيء توعية توعية إنه نحن دائما نفحص إن كان كبير وإن كان صغير دائما نشك إنه ممكن يصير فيه سرطان لأنه كل ما تكتشف مبكرا كل ما كانت نسبة شفاءه أعلى حتى للصغير حتى نوعية حياة الطفل كل ما تكتشف مرض سرطانة مبكرة بحياته للطفل بتكون نسبة شفاءه أعلى بتكون نوعية حياته أفضل ونوعية البروتوكول العلاجي بتأخذ أكثر أفضل يعني فينا ما نخسر عين ما نخسر الطرف والأطراف طيب إذا بنا نحكي على أحصائيات لجمعية بسمة الأطفال اللي عم ينشفوا قديش عم تكون نسبتهم التوعية قديش عم تكون عند الأهالي والأطفال خلينا نحكي عن هذا نحن كجمعية بسمة ما فينا نحكي على كل سوريا بالنسبة الشفاء فينا نحكي على المقر طبعا وهو وحدة بسمة تخصوصية فقط اللي افتتحناها بالألفين وتسعة نحن عملنا دراسة بين ألفين وتسعة للألفين وتنعاش للحالات المقبولة بهالفترة ولقنا أنه نسبة الشفاء لهدول الأطفال كانت خمسين بالمئة من نسب الأطفال اللي نقبلوا بين ألفين وتسعة للألفين وتنعاش وتعتبر هيدي نسبة نسبة كتير منيحة لبلد مثل سوريا وبنفس الوقت لمجتمع أهلي بلش بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان طبعا عن طريق طبيب أورام أطفال فنحن هيدي الخبرة العالية قدمناها عم نحاول نقدمها لأكبر عدد من الأطفال وشان هيك عم نكبر وحدة بصمة تخصوصية لنوصل لثمانين وتسعين بالمئة من نسبة الشفاء مثل ما موجودة بالعالم بس طبعا هيدي الخمسين بالمئة نسبة تعتبر كتير عالي من كافة أنواع السرطانات أكيد سارة خلينا نحكي عن موضوع التكلفة اللي عم بتكون بسوريا وحتى يمكن عنا موجود الكادر الطبي المتخصص يوم بوحدة بسمة قدش عم تقدروا تتعاملوا مع الكادر الطبي المتخصص وقديش اليوم عم تلاقوا أثر يمكن بتفاعل يمكن مع أشخاص أو أطباء موجودين خارج سوريا وعم يحاولوا يمكن يتواصلوا معكم بوحدة بسمة تخصصية المدير الطبي المسؤول عنها هو طبيب متخصص ورام أطفال عم يقدر يقدم بروتوكولات علاجه يعني عم نواكب دول العالم يعني أكثر شيء متطور عم يتقدم له دول الأطفال تجربة بسمها حقيقة من مجال العلاج السرطان للأطفال هي تجربة فريدة على مستوى سوريا الكادر الطبي اللي عنا بالوحدة هو كادر طبي أكثر من ممتاز من تمريض لأطباء بالإضافة للمديرنا الطبي الخدمات اللي عم نقدمها نحن اليوم فعلا نتمنى نشاركها على مستوى سوريا حديثنا بس لنرجع للدكتور تميم السليمان اختصاص أو رام دم وبحث في زراعة الخلايا الجزعية يسعد صباحك عن جديد دكتور خلينا نحكي أكثر عن مرض السرطان بالنسبة للأطفال برأيك هل هو مرض دويراتي أم لا لا هو في عدة عوامل بتشارك بأنه السرطان ينشأ فيه مننا جزء ممكن يكون صبغي أو وراسي وفيه مننا جزء آخر ممكن يكون ناجم عن تعرض لمعنى طفلات معينة تنشأ نتيجة تعرض لشعاعات معينة لأبواد معينة لذلك المسؤات لشغلات أسباب متعددة فينا نقول ممكن تساهم كل ما بعضها بنشوق غرام معين وكذلك الأمر في تنوع شديد بالنسبة لمجموع الأوراق عموة نعم دكتور ده خلينا كتا عم بسألك قبل ما ينقطع الاتصال عن موضوع الوصفات الشعبية اللي بتركز على وجود الوسط القلوي أو الحامد أو حتى يمكن قطع السكر نهائيا برأيك اليوم علميا قدش هاي الوصفات الوصفات الطبية قادرة تترك مفعول أو حتى إلى علاقة بشفاء من مرض السرطان للأسف نتشهد كثير تهي البصاص وهذا الحكيم يتشهد كثير وكثير يعني دائقنا بالموج على وسائل الوصف المجتماعي هذا الشيء موزعش فعلا موزعش لأنه بالنهاية يعني خلدي مثل ما حكينا نرضى جزء منه بالأسف في ترك العلام شطاعه ويروح 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 على وصفات بقنا نقول أحشاب وإلى آخره خلق هذا الشيء سعلى المؤسس لأنه ممكن يضيع فرصة شفاء على المريض وكذلك الأمر هاي الوصفات كلها مانا ببنية بشكل بعضنا صحيح ومدروسة الدخولاتها مع الأدوية ومع العلاجات ومع الأمراض وأساسا التبكير الدقيق لهذه الأمور ما كتير معروف وما كتير مضبوط وما كتير طابع عليه كما يخترط وإزال الموضوع كتير كتير حساس ومفشول نمتبه من هذا الشيء دكتور خلينا نحكي عن أهم الدراسات الطبية الحديثة لعلاج الأورام لا في عدد بنقول عدد كبيرة جدا من الأبحاث ما كنا نحكي على اليوم في اليوم بس الأهم نقول لنه من نمطين تلاكيجتات من العلاج يعني يتمد على وجود تسرات معينة بدلا ما ندور على الأصل النتيجي تبعه هذا ملكون هذا هذا ما كدا فما ندور عن وجود تسرات معينة فالتزارة الأمور فيها مع معنى الأدية التي تعتمد على ملاعف المريض مكسوبة تعدل فيها شوية برندس الوراقية حتى تصير فعاها أكثر تجاه السرطان وتجاه هورا المعين خاصة عندي العلاجات الخلوية التي يسمى كارتيسل مثلاً في ذلك الأمر الأكثر يجب أن تكون دراسات تجارب ودراسات سريرية ودراسات مخب السريرية ممكن تعتمد على العلاجات الجينية وفي ذلك الأمر على وجود أبضاء معينة ضد مستخدمات لخلايا معينة فيما حد المستخدم حالياً وفيما نستخدم دراسات الدراسات نعم دكتور يمكن بشكل كتير سريع نصائح أخيرة ممكن تعطيها حضرتك لكل الأشخاص المعنيين يمكن الأطباء هون بمتابعة حالات السرطان أو حتى يمكن للأهالي أو المرضى فضل أهم شيء الانتزان بوسط الطبيب الانتزان بكل طبيب لا نحب شيء عنه ونحب شيء عنه لا نحن شعوره لفيدي كيباكاً مع العلاج مع الحالة ومع المرضى كذلك الأمر يعني يهمش الزمان الميطال لفعلاً الوقت الأشياء الجميع تحلينا نعم 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 أصلك يمكن تصالي يمكن ما كتير صار واضح بنا نشكرك كتير دكتور تميم كنت معنا من باريس على كل المعلومات القيمة اللي وجهت لنا ياها أكيد بخطام محطتنا معكن لليوم كلمة أخيرة للكون شو بتحب تقول للناس تفضلي قضية سرطان قضية مجتمع كلياتنا قادرين ساهم وماحد عراس وخيمي خلينا هذا المريض ممكن يكون ابنا أخونا جارنا بدنا مساعدة لكل لنحسن حقيق هدفنا لنحسن نشغل الجمعية لسنة 2020 أكيد إن شاء الله نهاركم سعيد وسارة كلمة أكيد أخيرة منك أحب أقول إنه إحنا هلأ كمطوعين حننزل على الشارع نقللون حننلبس بيستات وحننزل نكون لنكون أقرب من الناس بس شوفوا متطوع مكتوب على الفيست تبعنا متطوع وجمعية بسمة وهيك يعني أربع مننا أين هتنزلوا وين هتكونوا هلأ بهاليومين حنكون بأول مكان حنأعلن عن طريق الصفحة أنه نحن وين هننزل هننزل على السوق قريب من الشارع قريب من المتسوق هو ماشي عمشتري غرادو نتمنى من الكل هي ألف ليرة من ضمن اعتبرها جزء من التسوق اللي نازل تعمله هاي عطينا ياها حسى لهذا الطفل المصاب بالسرطان كما قالت ريما قضية سرطان الأطفال هي قضية مجتمع ومسؤولية الجميع فلاقونا هلأ بالطريق وحننزل على صفحاتنا أنه نحن وين هنقوم نحن نزلوا على الطريق على الأسواق على المطاعم ممكن نلاقي بسمة وينما كان حنلاقيكم أكيد نتمنى لكم التوفيق نتمنى لكم الانتشار أكتر وأكتر نتمنى الدعم لكل حدا عم يتابعنا يدعم جمعية بسمة ويزرع البسمة بقلوبنا والبسمة أكيد بوجوه كل طفل مريض بالسرطان أكيد سريعا رح أرجع أذكر بالأرقام 1077 هو رقم لسريتيل 1299 هو رقم لأمتئين فيكن تبعثوا رسائل من بيوتكن وتتبرعوا لبسمة أماكن يمكن التبرع بطاقة بألف ليرة موجودة بكتير أماكن لمعلومات أكتر فيكن تزوروا صفحة بسمة على الفيسبوك بدنا نتشكركم كتير وعلى وجودكن معنا وكل توفيق لكم شكرا 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 شكرا